بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابطة 3 part 3 design procedure for shear بنصمم الشير reinforcement ازاي ايه هي الخطوات المطلوبة علشان تعمل design للشير reinforcement لو انا عندي كاميرا ساي الكاميرا ديه simple وعليها load يبقى ده توزيع الشير عليها يبقى انا هنا عرفت الشير force ومنه تقدر تحسب الشير stress اللي موجود على القطاع عندك يبقى اول خطوة مطلوب ان احنا نحدد الشير stress اللي موجود على القطاع الخطوة التانية نحسب الشير strength بتاعة الخرصانة VC ال VC ديه بتعبر عن الشير strength بتاعة الخرصانة ودي بتعتمد على عوامل كتير اهمها اللي هي mix proportions بتاعة الخرصانة لانها بتحدد الشير strength حاجة تانية لبروبارتز بتاعة ال ingredients اللي هي المكونات بتاعة الخرصانة طبعا نستخدم phi اللي هو factor of safety بعد ما بتعمل ال design بتعمل check طيب لو احنا عندنا ال applied shear اللي هو ال view اكبر من او يساوي نصف الفايل في ال VC الكلام دوت لو هو او بمعنى yes added web reinforcement طب لو مفيش يبقى في الحالة دي done بمعنى ان انا مش محتاج طب لو انا عندي نص phi VC اللي هي نص الشير strength بتاعة الخرصانة اقل من ال view وال view اقل من او يساوي phi في VC بمعنى ان ال applied shear اكبر من او يساوي نصف الشير strength بتاعة الخرصانة واقل من او يساوي الشير strength بتاعة الخرصانة يبقى في الحالة دي محتاجين minimum shear reinforcement وفي الحالة دي بنحسب ال area minimum بتساوي خمسين في b في s على f y او ال s max بتساوي ال a في ال f y بتاعة الاستيراب على خمسين ال b بتاعة ال web طبعا هنا بنقول f y s لان ممكن ال age strength بتاعة الحديد يبقى مختلف عن ال age strength بتاعة الاستيراب في الحالة دي بنقول ان ال s max اقل من او يساوي دي على اتنين اقل من او يساوي اربعة وعشرين انش طب لو ال v y u اكبر من او يساوي ال phi في ال v c اللي هي الشير strength بتاع الخرصانة يبقى في الحالة دي محتاجين نحسب ال v s اللي هي ال d l s t ربس عندي هتشيل من الشير الموجودة على الكاميرا المعادلة اللي عندي بنقول ان ال phi في ال v s بتساوي ال v u minus phi في v c يبقى ال v s بتساوي ال v u اللي هي الابلاي تشير على phi minus v c وبنعمل تشيك نتأكد ان ال v s اقل من او يساوي 8 جزر f c داش في ال b ويب في ال d بعد كده بنعمل حل عشان required stir up spacing ان احنا نوزع ال spacing ازاي لو انا نشغال على number 3 او number 4 او number 5 stir up بنقول ان ال spacing s اقل من او يساوي ال area في ال f y s في ال d على ال v s بنعمل بعد كده تشيك على minimum stir requirements على اساس انك بتحسب ال s max ال s max في الحالة ديت بتساوي a في f y s على 50 ال b بتاعت ال web تشيك ال minimum spacing requirements according to ال a c i اللي هو 11 5 4 عندنا الحالة الاولانية لو ال v s اقل من او يساوي 4 جزر f c dash ال b web في ال d يبقى في الحالة دي ال s max المفروض اقل من او يساوي d على 2 اقل من او يساوي 24 انش طب لو ال v s اكبر من او يساوي 4 جزر f c dash b web في d يبقى ال s max اقل من او يساوي d على 4 اقل من او يساوي 12 انش يبقى الكيس الاولانية الليمت بتاع 24 الكيس التانية 12 انش طب بفرض ان ال v s اكبر من او يساوي 8 جزر f c dash b web في d الحالة دي ات انصيف او بنسميها illegal الحل هنا انك لازم تعيد ال dimension بتاعة section يعني تبدأ اتزود القطاعات بتاعتك علشان تقدر تسيطر على الشير الموجود عندك بعد كده بنستخدم اللي احنا حسبناه من الخطوات السابقة في نوت هنا من الملاحظة مع الخبرة العملية بنقول ان المنموم استيراب spacing is 4 انش وده نتيجة الخبرة في الشغل فبنقول لك ال spacing اللي عندك ما يقل عن 4 انش اشتركوا في القناة